اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمقدرة لكفة العاملين في صفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والجهات المساندة العسكرية والأمنية والمدنية من كل الجهات الحكومية الذين يواصلون الليلة بالنهار من أجل حماية المواطن والمقيم من فيروس كورونا مؤكدا سموه بأن الوطن لن ينسى العاملين في الصفوف الأمامية وسيظل ما قدموه من بذل وعطاء وجهد استثنائي في تأمين صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة خالدا في الذاكرة الوطنية قد نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لكفة العاملين في الصفوف الأمامية على تثانيهم في عملهم طوال فترة الجائحة مشيرا إلى أن جلالته يقدر عطاءهم وإسهاماتهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد عددا من العاملين في صفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية يمثلون مراكز التطعيم والفحص والعلاج والمستشفيات والمراكز الصحية حيث أعرب سموه عن شكره الكبير لهم على جهودهم الوطنية المخلصة والتي يكن لها الجميع كل التقدير وقد أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل الجميع يسهم في تقليل الوفيات ومن يدخلون المستشفيات بسبب فيروس كورونا فالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطعيم في هذه المرحلة كباقي المراحل هو خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس مشددا سموه على أهمية الحملة الوطنية للتطعيم لما لها من دور كبير في تحصين المجتمع من فيروس كورونا وقال سموه موجها حديثه للعاملين في الصفوف الأمامية إن عزمكم وعملكم بروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين الذي يمثل مظلة جامعة للجهود الوطنية المخلصة له دور أساسي في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا وضف سموه أن مكانة الطبيب والممرض والصيدلاني وكل شخص مرتبط عمله بالمجال الطبي كبيرة بالمجتمع لإدراك الجميع أهمية عملكم ودوركم خلال هذا التحدي وغيره من المراحل وقد أعرب العاملون في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والتمريضية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام وحرص من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين مشيرين إلى أن دعم سموه حفظه الله وتشجيعه المستمر لهم كان له عظيم الأثر في استمرار الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية بتأدية مهامها بكل حب وإخلاص ترجمة نانسي قنقر